طيب لو جاء رجل من العراب ووجده الصحابة في الصف الأول هل سيدفع عن هذا المكان؟ يعني بعض الناس لما يوجد وناس يعملون أو أصحاب مهن أو حرف وتجد كثير منهم يهتم بنظافته وإذا أدن المؤذن غير ملابسه ولبس أحسن ثيابه وتطيب وكذا وجاء للمسجد ومع ذلك بعض الناس ربما لا يجد الترحاب من مثل هؤلاء فأيضا قضية تساوي الناس أعتقد أنها مهمة جدا هذا التساوي الذي الحقيقة فيه شيء من المرة صلينا في المسجد وفيه شخص في صلاة الفجر يتم الركعة التي فاتت وضرب الجوال عليه يبدو لي أنا أنه هذه ليست النغمة التي معتاد لها بس يمكن واحد من أبناء أولا غيرها يوم ينتبه للجوال حاول يقفله في الصلاة كاد أن تفسد صلاته من نظرات الناس أنا رحمته الحقيقة من أخذت الجوال وخرجت ومعرف كيف الآن التشديد الزائد في موضوع أن واحد رن جواله في المسجد رغبتنا في أن يكون هذا المسجد نقي لا نسمع فيها صوت صبي ولا نسمع فيه رنة ولا شك أنه يفترض أن الناس يحاولون أن يصمتوا جوالاتهم ويحاولون لكن يمكن أن يأتي على حال من السهو أو حال من الخطأ أعرابي يتبوى في المسجد وكان معالجة هذا بكل هدوء وبكل حكمة طفل جالسي أحيانا أن الشيخ قد تكون صلاة جنازة هذا حدث ورأيته يعني تبعنا فيها صلاة جنازة معناه أن الإنسان ربما ينتظر قبل الصلاة أحد يتصل به ليصف له المسجد أو يقول تعالوا في المكان الفلاني أو ما أشبه ذلك وفيه ترتيبات وفيه إجراءات فيسمع بعض الناس مثل هذا الصوت كما تفضلت فيحدث صوت أشد منه بالكلام والعتاب والتوبيخ ولذلك في الجمعة من قال لأخيه والإمام يخطب أنصت أو صه فسبحان الله كثير من الإشكالات يعني أو الإزعاج يموت بسبب الإعراض عنه أنت بالسبب قولك أنصت وهذا يرد عليك وهذا نشأت الفوضى أيوة يعني واحد قال أحدث صوت أنا الآخر قال له أنصت ثم الثالث قال له أنصت أنت الرابع قال بطلة صلاة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر